اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نقل المواد ليس من وظائف الايكا الخلوي ايه يبا اذا مين من وظائف الايكا الخلوي المحافظة على شكل الخليب هذه الاجابة الصحية السؤال اللي بعده اي من التراكيب التالية لا يوجد في بطانة الفم طيب نشوف التراكيب النواه الغشاء الخلوي الجدر الخلوي بطانة الفم يا شباب خلايا وش تمام خلايا حيوانية طيب الخلايا الحيوانية لا يوجد فيها على طول ممتاز جدار خلوي بل اجابة هنا الجدار الخلوي شوف السؤال اللي بعده في الشكل امامك عدد جزيئات اي تي بيت داخلها في التفاعل والناتجة منه كام واحد الى اثنين اثنين الى اربعة اربعة الى ستة اربعة اربعة تمام طيب نشوف الكلام دوت نكبر الرسم كده ونشوف هنا هنلاقي ان دي خطوات يا شباب خطوات التحلل السكري اللي بتتم خارج الميتوكندرا فيه سيتوبلازم الخلية طيب الخلية استهلكت ايه استهلكت اتنين جزيء اي تي بي لتحويل سكر الجلوكوزي الى اتنين جزيء بي جي ثري بي طيب بعد كده تم انتاج اربعة جزيئات اي تي بي تم انتاج اربعة جزيئات اي تي بي اهم واثنين جزيء اني اي دي اتش وفي الاول احنا قلنا استهلاك اتنين جزيء اي تي بي يبقى المحصلة من ال اي تي بي كام سامع واحد بيقول اربعة بقول له لا خطأ احنا بدأنا باثنين نأنتج اربعة طيب اخصم الاثنين لانهم اصلا كانوا في الخلية تم استهلاكهم طيب من الاربعة يتبقى كام اثنين يبقى من اللي جد على الخلية اثنين جزيء اي تي بي تمام يبقى نرجع هنا هنا بيقول لنا ايه الداخلة في التفاعل والناتجة منهم كام دخل اثنين ونتج اه اربعة تمام يكن لما نيجي نقول نخصم الناء الداخل ومن الناتج هيديك المتبقى في الخلية او الفعل في الخلية كام اثنين جزيء وضحتها شباب نشوف السؤال اللي بعده خلية تتكون من واحد ان كروموسوم طيب الخلية عموما بنقول عليها ايه اللي فيها العدد الكامل من الكروموسومات نسميها دي تو ان طيب الخلية وان ان يعني نصف عدد الكروموسومات يعني مجموعة واحدة من الكروموسومات طيب فين المجموعة الواحدة دي موجودة فين في الامشاج طيب هنا مفيش امشاج بس اجاب لك المبيض يبقى اذا الاجابة هنا من المبيض طيب شوف السؤال اللي بعده خلية نباتية وحيوانية في الطور التمهيدي من الانقسام المتساوي كيف تفرق بينهما طيب لما نجي نشوف المشتتات نقول اختفاء النوية وجود طبقة المغزلية وجود المراكزات اختفاء الطبقة الوسطى طيب في الطور التمهيدي يا شباب وش اللي بيحصل في الطور التمهيدي الطور التمهيدي جلنا بيحصل بتختفي التركيب الشبكي بتظهر الكروموسومات زي ما احنا شايفين واضحة المعالم على شكل حرف اكس كل كروموسوم من اتنين كروماتيدة يختفي النوية الغشاء النووي في نهاية الطور تظهر خيوط المغزل من المراكزات فين في الخلية الحيوانية تتجي كل حبيبة الى قطب من اقطاب الخلية طيب نرجع للسؤال هو بيقول لنا ايه خلية نباتية وحيوانية يبا هنفرج بينهم بوجود ايه المراكزات ليش لان الخلية النباتية لا يوجد فيها مراكزات يبا الاجابة وجود مراكزات شوف السؤال اللي بعده ماذا يميز الانقسام المنصف عن الانقسام المتساوي طيب انقسام المتساوي شباب بيحدث فين في الخلات الجسدية بينتج عنه خليتين متطابقتين او متماثلتين وضيء اهميته تعويض الانسجة التاليفة والنمو طيب يبا احنا عندنا الف وباء وجيم كلهم تابعا انقسام المتساوي يبا دال هي الانقسام المنصف بيحدث فين في الخلايا الجنسية عرفنا يا شباب ان احنا نفنت العوامل المشتتة او الاختيارات يبا الاجابة هنا الخلايا الجنسية طيب السؤال اللي بعده التشابه بين الخلايا البدائية والنباتية في البلسيدات ولا الاجسام المحللة ولا الاصوات ولا الجدار الخلوي طبعا اللي التشابه بينهم في الجدار الخلوي التشابه بينهم في الجدار الخلوي طيب شوف السؤال اللي بعده سكر ريبوز ادينين مجموعة فوسفات هذا التركيب يمثل وشه يمثل حمض DNA ولا قاعدة نيتروجينية ولا نيوكليوتيد ولا أدينيسين ثلاثي الفوسفات طبعا سكر رابوز وأدينين ومجموعة فوسفات دول قاعدة نيوكليوتيدة اللي وحدة بناء الحمض الناول DNA طيب لو احنا ضفنا جلنا ثلاث مجموعة فوسفات يباحنا هنا أدينيسين ثلاثي الفوسفات اللي هو الاتب إذن الاتب عبارة عن نيوكليوتيدة ولكن فيها ثلاث مجموعات فوسفات لكن لو أجل لك سكر رابوز وأدينين أو قاعدة نيتروجينية ومجموعة فوسفات وحدة يبقى هو دي التركيب النيوكليوتيدة يبقى السؤال اللي بعده عندما نحزف مجموعة فوسفات من اي تي بي فإن الناتج ADB ADB ATB وNADB H طيب نشوف كده هذه عندنا الATB نحزف مجموعة فوسفات يتكون من أدينين سكر رابوز وثلاث مجموعة فوسفات حزفنا واحدة يتبقى اثنين يتحول من ATP يعني أدينيسين ترايفوسفات إلى أدينيسين ضايفوسفات يعني ثنائي الفوسفات نرجع للسؤال يبقى الإجابة هنا ADB واضحة يا شباب نشوف السؤال اللي بعده أين تحدث التفاعلات الضوئية في البلاستيدات الخضراء في الحشوة في الثيلة كويد في اللحمة في الماتوكندلة طبعا الحشوة أو اللحمة هي السيطرومة اللي هي أرضية البلاستيدة اللي هي تحتوي على سايا اليمنى الأرضية طيب دي بيحدث فيها ايه التفاعلات الليها ضوئية الماتوكندلة دي خاصة بالتنفس إذن التفاعلات الضوئية بتحدث في أغشية الثيلة كويد المكونة لأقراس الجرانة بل إجابة الثيلة كويد السؤال اللي بعده آدي هنا آدي أقراس الجرانة يا شباب هيه تمام لو بنغض فيها قطاع بتباني الأغشية الثيلة كويد هذه الأرضية أو اللحمة إذا قل عدد الريبوسومات ماذا يحصل إحنا قلنا قبل كده إن الريبوسوم وضفته الأساسية مصنع إنتاج البروتين قل عدد الريبوسومات زي قل عمال المصنع هيجل الإنتاج بها يقل صنع البروتين بل إجابة دال يقل صنع البروتين آيه السؤال اللي بعده متى تبدأ النوية والنواه في الانقسام المتساوي هل في الطور التمهيدي ولا في الاستوائي ولا في الانفصالي ولا في النهاية لا طبعا لين الانفصالي تكون النوية والنواه لم تنقسم الانقسام النوية والنواه بيحدث بعد انقسام بيحدث فين يا شباب اهو في بداية الطور النهائي وبعد كده بيحدث انقسام السيتوبلاس واضح الكلام يبقى هنا فين نرجع للسؤال في الطور الايه النهائي ماشي الحال وإلى لقاء آخر والسلام عليكم اشتركوا في القناة